بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم محاضرتنا لهاليوم هو شرح لمخططات كارنوف كارنوف مابس لأهميتها كارنوف ماب بنسبة للعالم كارنوف بسنة 1950 اكتشف طريقة هي حقيقة مبارة عن مخططات رتبها بطريقة بحيث يستطيع من خلالها يبسط المعادلة لأي دائرة إلى أبسط صورة هاي المخططات حقيقة قبل ما نبدي بيها هي التمثيل للتروت تيبل اللي هو جدول حقيقة اللي ينطي وصف للعلاقة بين الامبوت والاوتوت اللي تعرفنا عليها في المحاضرات الساق فبداية هاي المحاضرة راح عبارة عن جزئين راح تكون الجزء الاول راح اوضح بيها شون نحول او شون نترجم التروت تيبل الى الخلايا واشتعني كل خلية من خلايا كارنوف وشون راح نقدر نعرف العلاقة بين التروت تيبل وبين مخططات كارنوف وعلى شونه تعتمد هذا المخططة كارنوف وهلوناك نوع من مخططة كارنوف هذا البارت الاول البارت الثاني اللي هو المحاضرة القادمة ان شاء الله راح تكون هي تكملة وراح تكون حقيقة شلون راح نقدر شون راح نقدر بعد ما تعرفنا على الخلايا والكارنوف بالبارت الاول راح نتعرف عليها شون راح بالبارت الثاني راح نتعرف على شلون نقدر ان نضع قيم الاوتوت بالخلايا المناسبة الخلايا الصحيحة مخططات كارنوف ومن ثم عملية التبسيط وحنا نخذ امثلة ونفهم شلون عملية التبسيط بحينها محاضرتنا اليوم فراح ابدي حقيقة بشلون هعرف طالب على عملية الخلايا والكارنوف وشلون عملية شرحها وتوضيحها فراح ابدي المثال يعني بداية كارنوف ومعب هناك عدة انواع لو كان عندي جدول عبارة عن مدخلين AUB والاوتبوت F هذا الجدول بغض النظر عن قيمة اوتبوت طالما اكو مدخلين اذا اكو اربعة احتمالات اثنين وص اثنين اربعة مداخلنا رح تكون 00101111 بغض النظر عن قيمة اوتبوت انا داريت اليوم ما رح اركز على قيمة الاوتبوت رح اركز بس انه هذا الجدول شن كارنوف رح يترجم بشكل خلايا هذا هو فكرة محاضرة اليوم الجزء الاول حقيقة طالما مداخل اثنين وعدد الاحتمالات اربعة اذا كارنوف الخلايا مواطرة رح تكون عددها اربعة بالطريقة التالية هذا كارنوف اللي يتكون من نوع اربع خلايا هي حقيقة تمثل عدد الاحتمالات يعني اذا عندك دارة بها مدخلين فتوقع انه كارنوف المناسب الي رح يكون كارنوف ابو الاربعة اثنين لقصة اثنين يساوي اربع خلايا طلاب بالنسبة للكارنوف اللي هو الخلايا اريد اوضح لكم شغلة مهمة حتتعرفون العلاقة دائما هذا الشي الخارجي الجزء الخارجي هو يمثل الامبوت يعني اكو مصادر تكتب الاي هنا واكو مصادر تكتب الاي هنا خلنا نتفق من هذا انا بالنسبة للسلوب الرح التابعة رح اتبع لسلوب التالي الاي هنا والبي هنا كقشرة خارجية كل رح احتي على الامبوت والخلايا اشتعني ما رح اجيب طاري الاوتبوت ولا رح اخد مثال شو رح ابسط انتبو بس رح اوضح كارنوف شون لابو المدخلين شون رح يكتب كارنوف هذا المدخل اللي هو اي الجوة جزء الجوة صفر لمدخل واحد اي صفر او واحد هيك رح يكتب بمعنى اما رح يكون يعني كأنه اي داش لان صفر يعني اي داش كارقام صفر كرموز اي داش والواحد هو اي هاي خلنا نتعرف عليها منها السل اللي هي هاي اساسيات حتى يكون شرحنا واضح بالنسبة لهاي الجزء الفوق خصا البي هنا هنا حيكون ايضا صفر اعفوا هنا صفر هنا ايضا رح يكون واحد نفس الفكرة فالصفر يعني لكنا ب . السطر يعني ب داش و الواحد يعني ب فتريد تباوحها كارقام اتريد تلاحها كارموز اي صواتين صعبة هذه يش prejudices عم واقعة طلابي هايها بالنسبة لالكار نوف نجريع الاخلايا هاي الخلية هاي الخلية هاي الخلية خاصة خاصة بال까요 A لما يكون صفر والB يكون صفر يعني عنوان الخلية صفر صفر مرة تسموها A dash B dash مرة يسمون الخلية صفر decimal هنانا خلين نتعلم في الشغلة هايذا صفر صفر يعني لي صفر decimal 1 صفر يعني لي 0 1 1 يعني 2 1 1 يعني 3 هاي رح تفيدنا بالمعرفة الخلايا وعناوينها يعني هاي الخلية اللي اسمها هاي الخلية اسمها 0 صفر يعني يعني A صفر و B صفر معناها 0 decimal يعني ندعك بهذه المنطقة يعني هذه الخلية تابعة لهذه المنطقة هذه الخلية هي 0 1 0 1 يعني A-B يعني الخلية هاي يعني هذه الخلية الي هي ال 1 مكان هين هذه الخلية الي هي ال 1 0 1 0 يعني ك decimal سمة رقم 2 هاي الخلية سمة رقم 3 طلاب هذه أعلمتكم كيف تعرف ارقام الخلايا أرقام الخلايا هذه الخلية رقمها 0-123 إذا تردون تحضوها 0-123 هذه بس مداخل يعني بس دا أراويك الخلية هي عنوانها شنو يعني مكانها أين بالأمبوت لحد يسا ما يجيب الطريق الأوتبوت ولا دخلت قيمة الأوتبوت للخلايا اللي يقعد بالخلايا اللي يقعد كقيمة تدخل بالخلايا اللي تقعد هي الأوتبوت لكن هذا كل الدهشة عليه هو الأمبوت هذا ثابت ما يتغير هذا ثابت ما يتغير طبعا نرجع وقول الـ A خليت هنا و الـ B هنا هاكو مصادف تخلي الـ A هنا و الـ B هنا وبالتالي الترقيم يختلف فإحنا خلنا نعتمد على أسلوب واحد هذا الأسلوب الرح نتبع زي لو كان عندي ثلاث مداخل يعني A B C ولعندي الأوتبوت هو F مداخلك رح تكون 0 1 2 دي سمول 3 دي سمول 4 دي سمول 5 دي سمول 6 دي سمول 7 دي سمول يعني كبينيري واحد 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 يعني هاي الخلايا كأرقام دي سمول كأرقام دي سمول فأنا حقيقة كأنه من الصفر للسبعة من الصفر للسبعة هاي أيضا استندر لما تكون دارتي ثلاث مداخل كارنوف الخاص بثلاث مداخل رح يكون بالطريقة التالية انتبه طلاب طالما ثلاث مداخل يعني عدد الاحتمالات شغيت ثمانية ما دام عدد الاحتمالات الثمانية عندنا قاعدة شغالت يعني عدد الخلايا تعتمد عليه هي حقيقة نفسها الاحتمالات ما الأنبت يعني عندي كارنوف أبو شغيت أبو ثمن خلايا واحد اثنين ثلاثة أربعة فمسة ستة سبعة ثمانية عددنا كلنا ثمانية هي تشي الرسم القشرة الخارجية مثل ما اتفقنا المرة ABC الـ A هنا و الـ BC هنا لأن مكانات هنا أكثر هاي طريقة هو كوماني يكتب لأ A B C احنا الاسلوب الرح نتبعه هو الاسلوب التالي الـ A هنا كم تغير و الـ BC هنا كترقيم الـ A هنا مرة صفر مرة واحد يعني كأنه A داش مرة A خلوا نوضحه باللون الأحمر عادة تكون الصورة بالنسبة لكم موابحة شباب يعني هنا كأنه A داش وكأنه هنا A ها بس كتوضيح يعني نقدر نستخدم اسلوب الترقيم واسلوب الرموز كلها صح كيفك هنا هنا راح تكون صفر 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 واحد شوف صفر 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 واحد انتبه شوف التغير يكون مكان واحد صفر 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 هذا نفسه هنا تغير هنا مو واحد صفر طلاب لح يصير تغير مرتين فلاذا لك يخلون واحد 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 صفر هاي ليش واحد واحد ليش مو صفر واحد صفر هنا هذا هو كارنوف سوى هذا الترتيب في سبيل الهدف اللي هو عملية التبصيد حقيقة حقيقة للتوضيح اللي يهم الموضوع للتوضيح هذا الترتيب الفوق اللي صار هو جاي من فقرات اللي هو ترتيب لترتيب الـ 0 والـ 1 والـ 2 و 3 تكذب هالطريقة هاي وللتوضيح أكثر دائما خلايا المتجاورة اختلاق يكون بيت واحد يعني ساي 0 0 و 1 اختلاق بس مكان واحد هاي لو كانت واحد صبر كان الاختلاف صار بمارتين وما يصير ما يصير لذاك 1 و 1 هنا و 1 صبر هنا هاي ملاحظة وللعلوم هي تحفظ يعني هاي هاد المكان اسمي بي داش سي داش يعني خلنكتبها باللون الاحمر بس حتى اوضحها خلي اصويه باللون الاحمر هاي بي داش سي داش هاي بي داش سي بي سي بي سي داش هاي كرموز 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 ابق colours هاش لتوضيح طلاب اذا مداخلك يكون 1-2-3 يعني عدد احتمالات المداخل يكون 8 يعني خلايا كي تجميعين 8 اللي انبوت ABC فيكتب ABC اللي هنا الجزء يكون A-A هنا B-C-B-CBCBC هاي القشرة الخارجية هاي الخلية هاي الخلية هي عنوانها صفر 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 يعني A-B-C- كرقم ديسمال يعني لما نبقى واحد بالجدول الاحتمالات راح يلقاه هي هذا الانبوت هو مكانه هذا الانبوت مكانه هذle اللي هو اجر عنوانها صفر ديسمال يعني يقدر اكتبهنها صفر ديسمال طعلا العلم هذا الرقم لا كتبهنانه اليك علم وتعرف اسم الخلية وليس بالحلم و السؤال بالحلم و السؤال هذا اللي لا يكتبن انما راح ينحطنا هو بس انا هنا ادعى ابيين لك رقم الخلاية هاي صفر هاي الخلية A-B-C يعني صفر صفر و واحد اللي رقمه اج corriente صفر صفر واحد يعني الخليه رقم واحد هاي خليه رقم واحد هاي الخلية هاي 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 بالذات صفر واحد صفر يعني صفر واحد صفر يعني خلية رقم اثنين يعني هاي خلية رقم اثنين وليست هاي هاي الخلية رقم اثنين وليست هاي هاي الخلية رقم اثنين وليست هاي خلية 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 رقم واحد صفر واحد واحد صفر واحد. هاي خليه رقم خمسة. هاي واحد واحد صفر واحد صفر. يعني خليه رقم ستة رقمها. هاي خليه رقم سبعة. واضح طلاب؟ هاي بالنسبة لشون نعرف آآ العلاقة بين كارنف وجدول الاحتمالات. جدول الاحتمالات. اللي هو جدول الحقيقة اللي ينتهي وصف لدارة معينة. يعني دعطاك في صيغة سوات صيغة او بي او بي او اس نقدر نترجم الجدول وبالتالي نقدر اوتماتيكا نعرف يا اخ كارنف مناسب لهذا الجدول على مدن سوى عمليات التبسط. هاي كلش مهمة طلاب واساسية جدا مهمة. ارجع وقول رموزنا اي بي سي راح تكون بالطريقة التالية. ولو كان اكس واي زت شان كتبنا اكس واي زت يعني قصدي الستايل ما الكتابة المداخل فهالطريقة هاي على موضي يكون حلك وفق الترقيم التالي. ترى هذا الترقيم يختلف لو اختلفت ترتيب المداخل. هاي كارنوف قبل مدخلين يعني قبل اربع احتمالات. كارنوف قبل ثلاث مداخل قبل ثمانة احتمالات. اذا هسا راح نكتب كارنوف قبل اربع مداخل اللي هوب الستة عشر. بالترقيم لو كان عدي دائرة بها 4 مداخل A, B, C, D والأوتبوت F لكان عندي 16 16 احتمال ابتداء من الصفر للـ 15 يعني ترتيباً كالآتي إذا تذكروا قلنا طريقة للسرحة يعني من صفار من واحدات أربع صفار أربع واحدات صفرين واحدين صفر واحد صفر واحد هاي بالنسبة لكتابة طريقة كتابة الجدولة وكان مداخلك عبارة عن أربعة مداخل لو نباوع أي مكان هذا صفر 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 ينقري كدس مول زيرو هذا ينقري واحد هذا اثنين واحد واحد صفر صفر ينقري ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش ثمانعش ثلاثة عشر وهذا الاحتمال رقمار باعة عشر وهذا الاحتمال الرقام خمسة عشر هاي طلاب الستندر لما يكون جدولي عبارة عن جدولي عبارة عن أربعة مداخل جدولي عبارة عن أربعة مداخل أرجع وأقول بغض النظر عن الآتكوت هس إحنا بس لنعرف الشوان نكتب كارنوف المناسب لجدولي احتمالات معين كارنوف لهذا السؤال أو لهذا الفورمان هيكون كارنوف عبارة عن ستة عشر أربعة مداخل يعني ستة عشر احتمال إذن كارنوفة بالستة عشر مداخلك A B C D رح نعتمد للسلوب التالي أكو أكثر من السلوبة لك A B C D أو A B C D رح نستخدم للسلوب التالي A U B هنا C U D هنا نجي هس على المكانات مع الخلايا هذا الفوق الترتيب الفوق تابع لل C U D فهي رح يكون 0 0 1 1 1 مثل ما قلت لكم هذا ترتيب ستندر حسب كارنوف ونفس الفكرة بالنسبة ل A B هنا 0 0 هنا 0 1 1 1 1 1 0 هذا المكان هذا المكان كارقام 0 0 ومرات يكتب A D A B D كلها صح نانا A D A B نانا A B نانا A B D الفوق نفس الفكرة هل مرة بس C D D هالمنطقة تابعة لل C U D هاي C D الصفر D والمو صفر يعني الواحد بدون D يعني ناس C D ناس C D ناس C D D هذا هو ترتيب المكانات مع الخلايا ما المداخل بالنسبة للخلايا إذا عرفنا الترتيب هذا طبعا نقلت لكم ستندر هذا إذا العرفنا هذا الترتيب وما نسينا نقدر نعرف رموز الخلايا ومثل ما نحفظ المكانات هذه الخلية هاي الخلية هاي الخلية هي طبعا A B C D صفر 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 هاي الخلية صفر 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 يعني A D D D سيده جديدر 게 Haha حتى نعرف المكانات هذه الخلية مكانها هاته يعني رقمها كаютر ميز رقمها صفر زلف هالخليه شغال صفر صفر واحد خلية رقم واحد صفر 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 يعني همشي تعرف هادا مثلا ثلاث هالخليه رقم اثنيا وهكذا طلاب مثلا 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 هاي الخليه اذا انسى فهي الخليه رقما واحد 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 واحدهاية الخليها واحد 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 او eBay CD OK 84018 هذا خلية رقم 15 назв الخلايا رقم 15. تبع عن هذا الاسلوب يعني هاين هي مكانة يعني هاين مكانة هنا. يعني مستقبلا عرفته هناش قد قدر احطح. المكان الصح. لازم تعرف هذا المكان وين اب هنا. وتبع عن هذا الاسلوب. ارقام الخلايا اسماء هن صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. تنزل جوه ثمانية تسعة عشرة احد عشر اتناعش تلات عشر اربعة عشر خمسة عشر. يعني دائما نستخدم الاسلوب التالي. صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهكذا. هذا هو الاسلوب اللي 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 لنتبع احنا هنا. نفس الفكرة بعدين ننزل مهنانة هنا وهكذا. هاي هي الخلايا اللي اللي تحفظ مكانتها. هاي ستندر طلاب. حتى مستقبل ان ان تقدر تعرف الاوتبوت. ان يطيك السؤال. باوتبوت معين هنا قيمه. تقدر تعرف هذا الاوتبوت وين تخلي بها مكان بكارنوف. اذا ما تعرف هذا المكان وين صاير بكارنوف ما تقدر تخلي الاوتبوت من المكان الصحيح. اتمنى تكون اه هذا البارد واضح هذا الجزء. اللي هو مجرد بس وضحت لكم كارنوف. شلون شلون نقدر نستنتجه لتروت تيابل معين الجزء القادم إن شاء الله رح نوضح من خلال المثلة شلون الـ output ينحق بهاي الخلايا وشلون الـ rules والقوانين الخاصة حتى يكون تبسيطي صح أتمنى أن يكون الشرح وافي بكافي تمني أعطي لكم بالموفقية شكرا جزيلا